بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى نولاه نتابع القراءة في هذا الكتاب أو ما تبقى منه في الواقع نمازج من التجسيم والتشبيه عند الوهابية وصلنا أو كنا قرأنا وبدأنا بنمازج من التجسيم عند ابن تيمية رحمه الله طبعا نحن بعض الإخوة يعترض حتى أنه كيف تقول رحمه الله لا سيما تقول أنه مجسم نحن عندما نترحم على ابن تيمية ليس من أجل أنه مجسم أو وقع في التجسيم وطبعا هو كما قلنا غير مرة هو مضطر في ذلك مرة يثبت ومرة ينفي في قضية الجسمية لله ونقلت أنا نصوصه الكثير في ذلك ومرة بالنسبة للمكان أيضا له أربع أو خمس آراء والرأي يثبت مرة ممكن ينفي أو يعني ينقل النفي عن غيره مثل استجزين أنه الله لا مكان له مرة يقول لا هو في مكان مخلوق أعفوا أنه ليس في مكان مخلوق ينفي عنه المكان مخلوق وأنه لا هو في مكان غير مخلوق وهكذا يعني فنحن نترحم عليه من أجل أنه يعني في النتيجة هو عالم وأصاب وخطأ يعني يصيب ويخطأ وطبعا إن كان خطأه في هذه المسائل يعني خطأ جسيم كبير يعني لحس كيف نستخدم كلمة جسيم طيب لكن نأمل من الله أن يكون تاب قبل أن يعود أن يكون تاب قبل موته من هذه الشناعات وأيضا نحن نأخذ بقول من قال بأنه المجسمة يعني في كفرهم قولان يعني لا يكفر المجسم لا سيما إذا لم يكن صريحا يعني من تينية لم يصرح في كتبه بأن الله جسم حسب ما قرأت هو نعم يقترب كثيرا من ذلك كما سترون في قضية أنه له حد وأبعاض وكذا أو هو يعني يوري بعباراته أنه هكذا قال السلف وأهل الإسبات والحنابلة وأهل الحديث وهكذا تقتضي الفطرة وهكذا يعني العقل وكذا يعني هو ما ليس ليس صريح لا سيما كما قلنا أنه في بعض مواضع يقول لا أهل السنة يكفرون المجسمة والمشبهة فنحن في النتيجة في الواقع لا ليس ترحم عليه من أجل أنه مجسم لا نحن نأمل من الله أن يكون يعني تاب عن ذلك وأيضا هو مضطرب في ذلك كما قلنا وأيضا أمر آخر أن العلماء قالوا أنه المجسم يعني في خلاف في تكفيره يعني ولا يختلفوا بأهل تجسيمه صريح أو يعني المجسم هل يكفر من كان تجسيمه صريحا ليس بصريح وهل أخذ بلا زي مكالمي أو لا يأخذ بلا زي مكالمي ماذا هي بأقوال وكذا فنحن الآن ليس هذا الآن موضوعنا طيب نحن قرأنا كل هذه الوثائق عنه في مجلس سابق مجلس يعني منذ أشهر هذا الآن سنكمل لا سيما أن بعض الإخواق طلبوا مننا أنه أنه الكلام عن يعني التجسيم عند ابن تيميا نحن سابق أن نشرنا مجلسا أو أظن مجلسين وصلنا إلى هنا صفحة ستة وخمسين يعني هذا تجاوزنا هذا قضية أنه خلاف خلاف ابن تيميا مع أبي يعلى في قضية الحد أنه هل الله محدود فقط من جهة تحت كما يقول أبو يعلى ولا هو محدود من جميع الجهات هذه سبق أنه نقلنا وثيقتين هذا عن ابن تيميا في هذا لاحظ أنه ابن تيميا يثبت بأن الله محدود من كل الجهات وليس فقط من الجهة المحاذية للعرش كما يدعي القاضي أبو يعلى طيب وصلنا أظن إلى هنا إلى صفحة إلى صفحة أربعة وخمسين هنا هنا يقول أنه طبعا هنا أخونا الشيخ ياسيم الربيع حفظه الله صاحب هذا الجامع اللي هو النمازج من التسيم والتشبيه يعني يعنون الوسائق مثلا هنا يقول إذا كان الرب حاملا لصفات ليست متماثلة يعني مثل العلم والقدرة وكذا كما سيأتي فما الدليل على بطلان أن يكون جل وعلا أيضا جامعا لأبعاظ ليست متماثلة هذا الكلام أين قاله هذا هنا في بيان تلبيس الجهمية طبعا هو يقوله بعد يقول لك هكذا قالوا لاحظونا أنه مثلا يقول هؤلاء في القدر ما قاله الباقون في الوصف هنا أول كلامه أنه لا يجب أن تكون الأبعاظ متماثلة بل يجوز أن تكون غير متماثلة طبعا نتكلم عن بعض الله كما سيأتي كما أن الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة ليست متماثلة لأن الحياة غير العلم غير القدرة طيب فيقول هؤلاء في القدر لاحظ هؤلاء ينقل هو على أساس أنه هو ينقل طبعا بعدين هو ضمن كلامي لك هذا قاله السلف أو معظم السلف أو أهل الحديث أو الحنابلة أو هكذا يقتضي العقل أو الفطرة يعني هو يعني يوري يشير إليك لأنه هذا كلام مقبول يعني لأنه يقول له هذا السلف وكذا وهو يرتضي مثل السلف ويقول لك أنه هذا مقتضيه الفطرة وهو يرتضي الفطرة يعني طيب فيقول هؤلاء في القدر القدر هون هذا صبح صاحبنا هذا المحقق هون شرح أنه القدر المقدار يعني قطعت جهيزة وقوله كل خطيب حتى ما يقول لك هذا يقصد كذا ويقصد كذا يعني أنه قدر ليس القدر المعنوي الله له قدر يعني وشأنه ومكانه وكذا لا وقدر مقدار يعني الحجم هو استحق أظن كأنه المحقق استحق أن يقول الحجم واحد شيخنا شيخ سعيد فوذا مرة قال يعني تناقش مع أحدهم قال له يعني أنت تقول له أن لله حجما فقاله والله يعني يعني هذا الوحابي فقاله قال الشيخ سعيد فوذا ردا عن سيادي والله هذه كلمة الحجم يعني تقيل يعني يعني صعب يعني له طيب بقول سايز بالانجليزي خلاص إذا هذه كلمة يعني فأنه مش مناسبه يقول آه هي هاز عز يعني له حجم يا ولا حول ولا قوة إلا لا طبعا هذه التكملة من عندي لكن هو قال له أنه إذا ما عجبتك كلمة الحجم قل أنه عز بالانجليزي يعني بلكي تكون مقبولي أكتر يعني عندك طبعا ويقولون شاست يوري أنه مو أنا أقول ويقولون يعني هنا يقصد كأنه السلف أو أهل الحديث أو المثبتة أو ممكن أيضا ينقل عن الكرامية أيضا وعن ابن الهيصم يعني ينقلون لك هؤلاء أهل التثبات وحتى بيقول لك بعض الشاعرة يعني أنه هؤلاء وبعض المتكلمين بيقول لك مثل ما سبق في مواضع سابقة أنه هذا أهل الكلام طائفة من أهل الكلام تقول ما ثم جسم أو قائم بجسم لحظة أوريكم إياها هذه الوسيقى التي عانيت من بيان تلبيس الجامعية وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله أنه يقدحون في كون الباري ليس جسما يضيف ويقول ويقولون يقول لك أنه أهل الكلام أنه طائفة من أهل الكلام طائف مجسمة مثل الكرامية بل قامت القواطع العقلية على نقيد هذا المطلوب ما هو؟ قال أن الموجودة القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما يعني هنا يقول لك قامت القواطع العقلية هؤلاء المتكلمون يقولون قامت القواطع العقلية على نقيد هذا المطلوب اللي هو ما تزعمون أيها المنزهة أيها النفات أيها الجهمية تسميهم ما شيء أو أنه كون الباري ليس جسما أكذا تقول المنزهة قالوا لا القواطع العقلية على نقيد هذا اللي هو ما نقيده أنه أثبت نقيده وما هو أن الموجود القائم بنفسه لاحظ حتى يذهب القضية العرض وكذا لا الله هو موجود قائم بنفسه أنه هذا لا يكون إلا جسم وما لا يكون إلا وما لا يكون جسما يعني هذا القائم بنفسه إذا لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما حتى ما يقول أنه ما لا يكون جسما يكون عرضا لا هو حدد أنه الموجود القائم بنفسه هذا إذن هذا لا يكون إلا جسما أما غير قائم بنفسه نعم هذا عرض يكون بغيره لكن لاحظوا كلام دقيق أن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما لاحظتم وأن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول لاحظ أنا ما ألت أنا ما ألت لكن هنا هيك أهل نس樣 أبي أسملك يالي أهل الكلام طالما أنت تحبب من أهل الكلام أقول لك هيك طائف أهل الكلام قالوا عرفتم طبعا كله سبق لحث بيالي أنه أهل الإثبات بالحد والنهاية أنه أهل إثبات على ساعة أخوال منهم من يثبت ذلك كما هو قول السلف ومنهم من ينفي ومنهم من لا يتعرض بنفي ولا بإثبات طيب هنا ايضا بقول لك بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء من اهل الاثبات والنفي معا لاحظ اتفقوا على ان الوهم والخيال لا يتصور موجودا الا متحيزا اقائم بمتحيز وهو الجسم وصفاتي وبعدين بقول لك ثم المثبتة قالوا يعني المثبتة زادوا على النفات بعد ان اتفقوا تفق كلا الطرفين على ان الوهم والخيال لا يتصور موجودا الا متحيز اقائم متحيز يعني الا جسم اقائم بجسم طيب بعدين بقول لك ان المثبتة زادوا على هؤلاء النفات قالوا مو بس الوهم والخيال كما تزعمون انه انتوا تقولون انه فقط الوهم والخيال لا يتصور موجودا الا جسم اقائم جسم او متحيز اقائم متحيز قالوا هذا أيضا دلت عليه دلت عليه الأدلة العقلية والشرعية بل بالضرورة أحظتم يعني هو يعني يوري في كلامه يعني يبقي للمخرج يعني مكانا للمخرج ما يقول أنا أقول والله أن الله جسم ولا مقدار وحجم وقل لك أهل السلف أو أهل الحديث أو الحنابلة أو الفطرة حتى بالأخير ما يقول لك يعني حتى إذا جاء في المحاكمة يقول لك لا أنا ما قلت كما قلنا لكم كثيرا عرضنا تلك الوسيقة أنه قال أنا ما قلت أنا بالجهة بالعكس القول بالجهة وبنفيها هذا بدعة ما قلت بالجسم حتى مش بس فقط قضيت الجسم حتى قال أنه قول بأن الله يتكلم بحرفة صوت هذا بدعة مع أنه يقول في سائر كوتبي يقول لكن في التسعينية في المناظرة أو عند القضاة قال لا لا هذا القول بأن الله يقول يتكلم بحرفة صوت هذا كما أن القول بأن الله يعني أن كلام الله وكلام نفسي أو كلام قائم بالذات هذا أيضا بدعة يعني يقول لك السلف ما تكلموا لا بهذا حتى حلول الحوادث بذات لا الذي ابن تيمية يقول به في سائر كتبه في كثير من كتبه في معظم كتبه يقول لك في بعض المواضع من درق تعالى لا هذا حول الحوادث هذا ما تكلم به السلف القول بحلول الحوادث بذات الله نفياً وإثباتاً بدعة وهذا أنا نقلته كثير يعني في تسجيلات السابقة طيب نأتي إلى هذه يعني ابن تيمية المقصود أنه يبقى مكاناً للمخرج إذا حوقق أو نوذر أو أوتي إلى المحكمة أو إلى القضاة أو إلى يعني يبقى مكاناً للخروج أقول لك أنا ما قلت أنا بالعكس أنا أتكلم قال أنه أنا لا أتكلم إلا ما لا يأخذ الاعتقاد عني ولا عن غيري إنما أخذ من كتابه السنة وكتابه السنة الصحيحة أيضاً وما يعني أجمع عليه الصحابة والسلف أو كذا ما يقول لك أنا أقول لك أنا ما يأخذ عني الاعتقاد أصلاً وهذه أنا أيضاً عرضت وسائق لها كثيرة بيقول لك هون في وثيقة أخرى طبعاً نحن انتهينا من هذه يعني هون شاهدنا ليش بيقول لك فما الدليل على بطلانه أنه يقولون ويقول لك أنه هم يقولون أنه ما الدليل على بطلان أنه لله أبعاد ليست متماثلة أنه نحن نقول أنه هؤلاء يقولون لله أبعاد ليست متماثلة كما أنه له صفات ليست متماثلة طيب إذا أبطلت ما الدليل على بطلان ذلك هم يقولون أنا معمول يعني يعني يبرئ ساحته تقريباً يعني أو يعني طيب لا اختصاصة هذه وثيقة أخرى لا اختصاصة للحنابلة بوصف الله بما يقتضي الجسمية من التبعيد والتجزي وإنما عفواً وإن لم يطلقوا عليه هو جسم بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام وسلف الأمة وإمتها لاحظ ما بيقول عن أقلت لاحظ خمسة وخمسة هذه هنا من بيان تلبيس الجامية صفحة 251 المجلد الأول طيب هنا إيش بيقول وإن أردت رداً على الرازي وإن أردت أنهم وصفوه بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئة والتبعيد أنه هذا الوصف بهذه الألفاظ أو المعاني أنه الوجه واليد أنه يقتضي أن يكون الله مجزئاً مبعضاً أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسماً أن الله له وجه ويد على الحقيقة على المعاني الحسي يقتضي أن يكون الله جسماً والجسم هو متبعض ومهو متجزئ وإن لم يقوله هو جسم فيقال له أنا أجيبك يا رازي أنا ابن تيمي أجيبك عن هذا الاعتراض طبعاً أنه هذا يقتضي التجزئة والتجسيم وكذا فيقال الاختصاص للحنابلة بذلك بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام بل وسائر وسائر أهل الملل وسلف وسلف الأمة وإمتها ومو بس السلف أهل الملل والأديان كلها تقول بين الله إيش أن يصحونه بما يقتضي التجزئة والتبعيد والتجسيم وكذا طيب هنا وثيقة أخرى ابن تيمية يثبت لله عظم ليس عظم عظم لأن الله لأنه ابن تيمية نفع عنه عن الله العظم والدم والعظم والدم والعصب يعني في نفس هذا الكتاب بين تلبية الجامعة واستدل إيش بالتليل الأشاعر أن الله ليس كان مثلي شيء وأنه هذا تشبيه والتجسيم وأنه لم يكن له كفون حد مع أنه هو في مواضع أخرى كان يستنكر على الأشاعر استدلالهم بهذه الآيات على النفي المفصل يعني الأشاعر ما يقولون الله أهل الله في مكان ليس متجزئ ومتبعد مستدللا بهذه الآية أقول له الله هذه الآية فيها نفي مجمل هذه طريقة الرسل فيها نفي مجمل وإثبات مفصل أنه فقط ينفون على الله نفي مجمل أنه ليس كمسل شيء لكن لما يثبت أنه منهج أنبياء والقرآن وكذا أن الله مثلا له يد له وجه هكذا هو يقول أنه في إثبات مفصل لكن لما جاء لا يرد على من أثبت أن يد الله هي من لحم وعظم قال لا هذا باطل هذا كلام المجسم والمشبه وأنا لي محاضرة أو تزيل في ذلك وقلت له يعني في نهاية المطاف أنت رجعت استدلالات الأشاعر هذه أنت كنت تنكره عليهم لأنه هذا أنه لما تقول الله ليس له وليس مكونا من عظم والأحم والدم أو ليست يده كذلك أنت تنفي نفيا مفصلا وهذا خلاف قاعدتك يا بنت إني أنت تقول لا ما في نفي مفصل ما بسي تنفي نفي مفصل تقول نفي مجمل ليس كمسي شيء لكن تثبت إثبات مفصل طيب نحن نطيل عليكم نحن نقرأ هذه الوثائق إذن ابن تيمية يثبت لله غظم الحجم والامتداد في الجهات طيب هنا يقول الوجه السابح عشر أنهم يقولون لاحظ مو أنا يقولون يعني طبعا نتكلم بلسانهم لكنه غا يقول أنا نقول إنه لا لا يرى إلا كبيرا عظيما يعني لما نرى الله في الآخر نراه كبيرا عظيما لا نقول إنه يرى لا صغيرا ولا كبيرا بل نقول إنه يرى عظيما كبيرا جليلا كما سمى وصفه بذلك وأن الله عظيم وأنه كبير إنه هذا العظم الحسي أو العظم الله أكبر يعني كبير أو الله أعظيم أو إن الله كان آليا كبير كل كل هذه طبعا العلو هذا بالمعنى الحسي هذا أمر مفروغ منه عندهم لكن أيضا الكبار وأنه كبير عظيم إنه هذا بالمعنى الحسي أيضا يعني هم يقولون يعني هو بالمعنى الحسي والمعنوي معا إنه له علو الرتبة وعلو المكان عظم الشأن وعظم الحجم وإن كانوا طبعاً لا يشرحوا قضية أن الحجم هذه كلمة كما قلنا أنه استفضعوها قليلاً ومن لم يقل طبعاً أنه بعضهم قال حجم وأبعاد ثلاثة وهذا أنا سميته ذكر ذكر الحشوية احترازها عن مخانيس الحشوية لأنه بنتم يقول أشعر ذو مخانيس المتزلة قد أنتم أيضاً ينطبق عليكم طبعاً يعني وبعض الوحابي قال لا هو ما يقصد بذلك الشتيمة وكذا طيب نحن لا نقصد الشتيمة ومن لم يقل ذلك من المنازعين كان ما ذكره حج عليه إلى أن يقول هنا أم تريد ماذا تقول ماذا تريد بقولك ممتد مؤترف كل شغل يقول لا الرازب ايش تريد مكان ايش تريد المكان جسم ايش تريد الجسم كل هذه الفاظ مجبلة لكن الاستواء واليد والوجه قال لا هذه الفاظ مجبلة بالعكس ابن القيم يقول لك هذه الآيات التي فيها هذه الصفات الخبرية من الوجه واليد والمجيء هذه من أحكم المحكمات وأوضح الواضحات الجسم مجمل مع أن المتكلمين ما يتكلمون في الجسم ما هو شيء يعرفونه قبل ما تقول لهم إيش تقصدون هم يعرفونه لك المكان هم يعرفونه لك قبل أن يقول لك أن الله ليس في مكان وليس في الجسم يعرفون حتى لا تشاغل مع ذلك لا ماذا تقصد بالجسم طبعا كل هذا ماذا تقصد ماذا تقصد هذا كل التميع أم تريد به ما تريد بقولك مؤتلف هل تريد أنه مركب هل تريد أنه مركب من أجزاء وأنه يجوز تفريقه لاحظ أن ابن تيمياء لا يجوز أن تقول الله مركب من أجزاء يجوز تفريقه بهذا القيد يعني أو لا يجوز أن تقول الله مركب بمعنى أن الله ركبه غيره أو أن الله يتفرق لاحقا تتفرق أجزاءه هذا المحزور طيب إذا قلنا الله متركب لا أحد ركبه ولا يجوز عليه التفرق لاحقا هذه يسكت عنها بنتي ما بيقل لك هو طبعا يريد هذا انه نعم متركب لكن بحيث انه ليس احد ركبه ولا بمعنى انه ليس احد ركبه ولا انه يتفرق لاحقا او سابقا لكن انا رأيت بعض الوهابي على منتدر الاصلي قال حتى هذا المعنى نحننا فيه يعني هكذا قال على زمته طبعا ما اعتقد انه هذا مذب الوهابي جميعا انه الله ليس بمتركب اصلا من اجزاء واجسام ما اعتقد انه هذا قاله من نفسي اظن فليس كل ما نشاهده كذلك ام تريد ان منه شيئا ليس هو الشيء الاخر مثل انه الله له يمين وشمال فوق وتحت سيأتي لا مانع من ان نقول اجزاء اجزاء الله بعضها فوق بعض انه هذا ما في مانع ما في دليل على بطلانه هلوك الآن سيأتي أم تريد به ان منه شيئا ليس هو شيئ الاخر فنحن نقول كل ما يرى في الشاهد والغائب لابد ان يكون كذلك لاحظ انه في الشاهد والغائب انه في الشاهد ايه انه لما نرى شيء يمين وغير شماله او يعني على الاقل انه هذا غير ذاك هذا على اليمين وهذا على الشمال بغض النظر أن هذا الجزء مماثل لهذا الجزء لكن هذا في مكان وهذا في مكان هذا على اليمين وهذا على الشمال وبيقول لك ابن تيمياء أنه كل ما في الشاهد كذلك والغائب أيضا يعني حكم على الشاهد والغائب وأنه حتى الغائب أيضا أنه منه شيء غير شيء الآخر يتميز متميز يمينه عن شماله أو كذا طيب أنت حكمت على الشاهد أسلمنا لكن على الغائب يفتحكم على الغائب ها الغائب وحتى هذا لما تقول أنه الشاهد طيب الله ليس كمسلي شيء آية واحدة تنقض هذا المذهب تقيس الغائب على الشاهد طيب الله ليس كمسلي شيء يعني إذا سلمنا أنه هذا العموم أنه كل شيء يجب أن يتميز منه شيء عن شيء اليمين غير الشمال طيب الله ليس كمسلي شيء وإيش بقى بيظل كل هذا الكلام محل من العراب طيب هنا وثقة أخرى أنه ماذا بأهل السنة عندما تنمية كلما زاد العروج والصعود إلى السماء يزداد القرب الحسي من الله وبالتالي رواد الفضاء يصعدون القمر صاروا أقرب لله حسا منه من الساجد الذي يسجد الله الذي قال الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب لاحظ هنا فهنا يقول قول أهل السنة